بين ظهور أول مسيرة حوثية وهجوم تل أبيب سبع سنوات من العمل الإيراني لتعزيز إنتاجات الحرس الثورية العسكرية خلال هذه السنوات كانت الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بمثابة حقل تجارب وميدان عمل للخبراء الإيراني دشنت إيران برنامج المسيرات الحوثي بإطلاق طائرتين بدائيتين لا يتعدى مدهما كيلو مترا واحدا واليوم بات لدى الحوثي أربعة عشر نوعا أكثر تطورا وتنقسم مهام المسيرات الحوثية إلى استطلاعية وهجومية ومعظمها يؤدي المهمتين معا وأخرى أيضا انتحارية مصممة لأهداف بعيدة المدى البداية كانت عام 2016 واقتصرت على المسيرات المخصصة للاستطلاع وتعد طائرة رقيب أولى طائرات الحوثيين غير المأهولة تلتها هدهد واحد ثم راصد وأعقبتها مرصد وجميعها بإمكانيات ومزايا متباينة ومحدودة المدى قبل أن يتم الإعلان عن طائرة صماد واحد الاستطلاعية والتي يصل مداها إلى 500 كيلو متر أما الطائرات الهجومية التي أعلنت عنها ميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية تبدأ من طراز قاصف واحد التي تحمل رأسا حربيا يصل وزنه إلى 30 كيلو جراما لمسافة لا تتجاوز 150 كيلو مترا وصولا إلى صماد ثلاثة المخصصة للهجمات الانتحارية ويتراوح مدها ما بين 1500 إلى 1700 كيلو متر مع حمولة متفجرة تصل إلى 18 كيلو جراما تقارير الاستخباراتية ذكرت في تحليلات سابقة أن طائرتين قاصف توكي الهجومية والاستطلاعية واشهاب الهجومية هي نسخة مطابقة من طائرة أبابيلتو الإيرانية إضافة إلى التشابه بين طائرة ميليشيا الحوثيين المسيرة وعيد والتي يتراوح مداها ما بين 2000 إلى 2500 كيلو متر مع طائرة شاهد 136 الإيرانية الانتحارية أما طائرات الحوثية القادرة على استهداف تل أبيب في ظل المسافة التي تتعدى 2000 كيلو متر يأتي طراز صماد أربعة بحملة متفجرة تقدر ب50 كيلو جراما فتستنسخ خدراتها وشكلها من المسيرة الإيرانية مهاجر